بداية علينا أن نقول أن هذه القمة استثنائية لعدة أسباب الأول كما جاء في تقاريركم هو أن الحرب اليوم هي حقيقة موجودة وهي الحرب في أوروبا وطرف فيها دولة نووية دولة كبرى لها الحق النقد في مجلس الدولي ثم هناك الأزمة الاقتصادية العالمية وهي من تبعات هذه الحرب يضاف إلى ذلك العزلة الروسية وهذا جديد بالنسبة لدولة كبرى كروسيا إضافة للملفات المناخية وأن العالم قادم في السنوات المقبلة على أن يكون من ثمانية مليارات نسمة بحيث أن الموارد الطبيعية لن تكون كافية إذن هذا هو الإطار العام بالنسبة للمسائل الملموسة المحسوسة المطروحة وأولها بالطبع الملف الأوكراني علينا أن نقول أنه ليس هناك من إجماع بين دول العشرين الحاضرة في بالي حول هذا الملف من هنا فإن مجموعة السبع والدول الغربية بشكل خاص تريد اجتذاب الدول المترددة أكان الهند أو الصين أو البرازيل أو جنوب أفريكيا وغيرها من هذه الدول إلى تبني على الأقل جزئيا الموقف الغربي من هنا لا أعتقد أنه سيكون هناك بيان ختامي إجماعي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا لبل أن ربما سيكون بيانا من مجموعة من الدول الحاضرة في بالي في هذين اليومين